موسيقى مرحبا مرحبا أهلا بكم كل طلبنا في أولا السنوية النهاردة بناخد الدرس الثاني في إنتي تروى دي مان دي اي دي غليغ برلي دي سوء بالوادطو احنا نتعلم في الدرس ده ازاي نسأل عن الساعة ونجاوبه كمان ازاي نتكلم عن جدوى الحصصنا ازاي نتكلم عن المواد الدراسية يلا نبدأ حنبدأ بيقل كلمات المذكر جدوى الحصص ممكن يكون جدوى المواعيد حصة بداية ربع ساعة دي غو ميول او رغبات او هوايات وكل ما دي نحفظها كويس عشان حتتكرر معنا كتير وقبة تقويم او نتيجة شهر انجوغ يوم انكنجي العطلة انرانديفو معاد لسبوق رياضة لمتان الصباح لميدي منتصف النهار لابغي ميدي بعد الظهر لسواق المساء لمنوي منتصف الليل هناخد الاسماء المؤنس اندات اندات تاريخ اناني اناني سنة ان سمن اسبوع ان جوغني فترة النهار ان اير ساعة ان ديمير نصف ساعة ان ريكرياسيون اللي هي الفصحة والاختصار بتاحها ريكري لاميزيك الموسيقى ان لانج اللغة ان اكتيبتي نشاط لان نوي الليل ناخد بعد كده المواد الدراسية الفرانسي اللغة الفرنسية العرب اللغة العربية اللي هي الفرانسية الألمان اللغة الالمانية لايطاليا الإيطالي الإسبانول الإسباني العشيمي الكيميا الفيزيك الفيزيك الفيزياء العلوم الحياة والارض طبعا اختصار بتاحها SVT الماتماتيك الماتماتيك مادة الرياضيات بنختصرها في كلمة مت الجيوغرافي الجغرافيا الفيلوزوفي الفلسفة التكنولوجيا الاستواغ الاستواغ التاريخ الإيدكاسيون ميزيكال الإيدكاسيون ميزيكال التربية الموسيقية الإيدكاسيون سيفيك تربية وطنية الإيدكاسيون فيزيك يعني التربية البدنية والرياضية بنختصرها في A, B, S لزارة بلاستيك لزارة بلاستيك الفنون التشكيلية هناخد الفير بالفعل كومونسي يبدأ ترميني ينهي سي ترميني ينتهي ديجيني يتناول الغداء إكسبريمي يعبر عن ريفيري يفضل سي رنكونتري سي رنكونتري يتقابل ديري ديري يستغرق أو يستمر أريفي أريفي يصل بروبوزي يقترح ديفيني يخمن إكسبليكي يشرح صفور صفور يعرف عندي الإكسبريسيو سكولير سكولير يعني دراسي ريفيري مفضل ولو حتكون مؤنس حنضف لها الأ صف طبعا ما عدا دي رابط مهم جدا لازم نكون عارفينه اليوم 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 ما لكن سي ديفسيل سي ديفسيل هذا صعب مو مو إلا أو أقل اللي حنستخدمها في الساعة باندا باندا أثناء بيل أو جيست جيست يعني بالزبط الساعة اثنين بالزبط تماما بارسيمان بارسيمان أسبوعيا بارجور بارجور يوميا تولي جور كل الأيام شاك كل بنبدأ مع بعض صفحة 66 حل جي مابل ماري لمتا جي في أوليسي عفيق ميكو بين أنا اسمي ماري في الصباح بازها بالمدرسة مع صديقاتي مارتين و صوفي نوسم أوليسي لوي لمير دا اسم مدرستهم أوليسي لسامدي لديمانش مش بيروح المدرسة يوم السبت والأحد أولي أنكون جي بيكونوا في لجازة للوندي أنا سيز كوغة يوم الاثنين بياخدوا ستة حصص لميركردي أنا مات يوم الأربع بيكون عندهم رياضة أنجلي فرانسي الفيزيك لابروف دي مات سيبير مدرس رياضة سيبير رائع السابل هنا مدرسة لابروف السابل مادنة هنا بنقول أوليسي لوي لمير في المدرسة بتاعتهم أنجور دي كونجي يوم الأجازة بتاعتهم سبت وحد عندنا هنا لديمانش مارتين إيلا كوبين دي هنا مارتين صديقة مين صديقة طبعا ماري ماري هي بتحب مدرسة مدرسة رياضة ماري عندها كام مادة دراسية يوم الأربع يوم الأربع هي بتقول أنامات عندها رياضة أنجلي فرانسي فيزيك يعني كاتر ماتير قطعة الثانية أنتوان أبيت أبغي بيعيش في باريس بيروح مدرسة فيكتور بيروح بيروح يعني الحصة الأولى بتبدأ الساعة كام عندنا الساعة تمانية أنتوان المدرسة بيروح بيروح المدرسة سانك جور بارس من صفحة سبعة وستين طبعا عندنا المواد الدراسية نحن لسا لهم بس هناخد الاختصار بتاعهم عندنا طبعا اختصار كلمة ماتيماتيك الرياضيات لا جي او اختصار كلمة جيوغرافي الجغرافيا لس اس بي تي طبعا اختصار مادة علم الحياة والأرض سيانس دي لا في دي لا تاقة لا تكنو اختصار كلمة تكنولوجي مادة التكنولوجيا لا فيلو طبعا اختصار الفلسفة الاي بي اس طبعا هنا اديكاسيون فيزيك سبورتيف مادة التربية البدنية والرياضية طبعا عندنا هنا بنقول لما نحب نعبر عن المواد اللي بنحبها او نكرهها بنستخدم الافعال دي عندي طبعا خدناه فتر من الاول يعشق يحب يفضل دي تستي يكره لما نقول هنا جملة فرنسي انا بقى حب اللغة الفرنسية استخدمنا وكلهم افعال مجموعة اولى طبعا هنا نتذكر مع بعض تصريف افعال المجموعة الاولى بنقول بنحزف من افعال المجموعة الاولى وهنا بنضيف مع جموعة جموعة اي مع تي اي اس مع ال وال 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 نفس التصريف بنضيف اي اما مع النوم بنضيف للفعل او ان اس مع الف بنضيف للفعل اي زد مع الجمع طبعا اي او ال بنضيف اي ان تي طبعا دي تذكرة بسيطة يعني بتصريف افعال المجموعة الاولى صفحة 68 عندنا المواد دي حننفطار منها بنقول هنا سيب بيحب الفرنسا والانجليزي بقى هو بيحب اي هنا بيحب مريا بتحب كثيرا الارقام بتحب الارقام يعني بتحب مادة الرياضة لما بتلعب الكرة بتحب تلعب الكرة يبقى هنا مادتها المفضلة لإديكاسيون فيزيك التربية البدنية اميرة ام بكو شانتي البريفير هي بتحب تغني شانتي يعني يغني بتحب الموسيقى لا مزيك بيير بيحب يكون طبيب يبقى هو هنا بيحب العلوم طيب بناخد عندنا لجوغ دي لا سمن ايام الاسبوع عندنا هنا سامدي السبت ديمانش الاحد لاندي الاسنين ماردي السلساء ميركردي الاربعة جودي الخميس يوم الجمعة طبعا هنا عندنا الاسبوع في مصر بنبدأ بيوم السبت لان احنا عندنا الاجازة يوم الجمعة يبقى الاسبوع عندنا بيبدأ يوم السبت هنا هنا بنقول اسبوع في مصر يبدأ السبت يوم الجمعة عطلة نهاية الاسبوع لكن في فرنسا بيبدأ الاسبوع يوم السبت يوم الاسنين لان السبت والاحد هما الاجازة طيب بعد كده بنقول خلي بنا في ملاحظة مهمة لا تسبق ايام الاسبوع بحرف جر لما نقول هنا يعني يوم الاسنين انا عندي فرنسا ومش في الاسنين يوم الاسنين على طول من غير حرف جر او ممكن نوضع قدامها اداة التعريف قبل ايام الاسبوع تضل على تكرار الحدث لما اقول يعني معناها كل جمعة تساوي كل الجمعة تساوي كل يوم جمعة يعني لو خلنا مثال يعني الجمعة انا ما عنديش حصص يعني معناها ان انا شاك كل يوم جمعة ما عنديش حصص اوكي طب ناخد انا امثلة مقول هنا انا جبت انجور في مصر اي هو يوم الاجازة طبعا هنا يوم الجمعة في فرنسا الاسبوع بيبدأ اي يوم اي طبعا اللي اللي هو يوم الاسنين ان فرنس ام وا لسي تولي جور صوف صوف اللي قلنا نخلي بانا منها معناها ما عدا الاولاد بيروحوا المدرسة كل يوم ما عدا اي يوم ل صم دي السبت وطبعا لدي مانش الاحد طبعا لان دولا ايام العجازة انا جبت لسيمان كومانز في مصر الاسبوع بيبدأ يوم اي لساندي يوم السبت لدوز مارس يوم اتناشر مارس سي لاندي لكاترز مارس سي لما يكون عندنا يوم اتناشر هيكون الاتنان يبقى يوم اربعتاشر هيكون ايه طبعا سالة ماركريدي الاربع صفحة تسعة وستين هنتعلم ازاي نتكلم عن الساعة بغلي دولار طيب هنا عندنا اهم حاجة عندنا كيلاري تيل كيلاري تيل نحفظ السؤال ده كيلاري تيل معناها الساعة كام او كام الساعة لما نيجي نجاوب نقول اي ليه وبعد كده نجاوب اي حاجة من الحاجات دي طيب احنا عندنا الساعة الساعة اللي هي الساعة الرسمية اللي هي الساعة الرقمية نخلي بالنا تستخدم في جدوى الموعيد تبدأ من واحد حتى اربعة وعشرين ساعة ولا تضعف فترات اليوم نذكر فيها الوقت بالدقائق لكن ما بنقولش سوار ولا متام ما بنضفش فيها ولا بريمي دي نو احنا هنا بنتكلم عن الساعة بالدقائق فقط يعني لو خدنا مثال ويتر يعني الساعة تمانية ويتر ديز يعني الساعة تمانية وعشرة ويتر كنز يعني الساعة تمانية خمستاشر دقيقة ما قلناش هنا تمانية وربع لا تمانية خمستاشر دقيقة على طول ويتر ترانت تمانية ما قلناش هنا نص لا قلنه وتلاتين دقيقة ويتر كارونت تمانية وربعين ويتر كارونت سانك تمانية وخمسة وربعين دقيقة مناش تتعلى رابعة وهكذا اوكي طبعا اليوم عندنا بعبارة عن فان دي زيغ يعني ده اتنين وعشرين لا اليوم عندنا بيبقى اربعة وعشرين ساعة اوكي طيب هناخد بقى الساعة التانية لير كارونت اللي هي الساعة العادية اللي هي بتستخدم في الحديث ما بين الاشخاص بقولك اه احنا نبدأ الحس الساعة تمانية وربع الساعة تمانية وثلت وهكذا مش بالدقائم طيب هنا بنقول ان الساعة دي تبدأ من واحد الى اتناشر مش اربعة وعشرين زي الساعة الرقمية كمان بنكون فيها بنسكر بعد الساعة فترات اليوم اللي هي دي متان صباحا ومتمانية صباحا مثلا دي لابريمدي بعد الظهر دي صوار مساء ومنستخدم فيها كلمة رابع ونص نصف اللي هي دي مي وي كار اللي هي ربع امسلة لما نقول الساعة تمانية صباحا يعني الساعة تمانية وعشرة اللي هي تمانية وي ربع تمانية ونص يعني هنا الساعة تسعة الى عشرين دقيقة اللي هي الى تلت نفار موان لقاغ يعني الى ربع نفار موان سانك يعني ساعة تسعة الى خمسة ميدي اللي هي الظهر دي بتساوي الساعة تناشر ضهر تروائر دي لابريمدي يعني الساعة تلاتة بعض الظهر دي زير دي سواغ الساعة عشر مساء من وي من وي لما شوفها يعني بتساوي الساعة اتناشر بالليل اوكي طيب نخلي بنا هنا لما اجي اسأل عن الساعة نحفظ سؤال الساعة ممكن نسأل بكذا طريقة ساعة بخلي بالي من كال لانها بتتكرر معايا كتير احفظ لما لاقي اير بختار كال المؤنس كال اير اي اير اي اي او كال اي اي اوكي باسأل بكذا طريقة لما جاوب بقول اي ل وبعد كده بختار الساعة اللي انا عاوزها صفحة سبعين بناخد حاجات مهمة على الساعة لما نيجي نعبر عن الساعة بنستخدم الضمير ايه بنقول اي لي ويتر وهكذا طب هنا بقولنا في الساعة العادية بنستخدم ايه وطبعا قلنا بمعنى و مع الرابع والنص وربع ونص اما ازا استخدمنا الا هتكون يعني يعني هنا الساعة عشرة وربع يعني الا رابع طيب الملحوزة التانية اللي هي مهمة كلمة ما بتجيش مؤنس غير في حالة واحدة بتضف لها في حالة واحدة لما تكون بعد كلمة طيب كلمة تأتي مذكرة بعد كلمة اللي هو الظهر ومن وي منتصف الليل واذا جاءت قبل كلمة يعني يعني الساعة هنا مدي وقلنا بتساوي 12 ظهرا اي ديمي ديمي هنا ما ضفنا لهاش حرف اي بقت مذكر منتصف الليل يعني 12 بالليل ونص هنا مذكر ما فيهاش حرف اي وكمان اذا جاءت بعدها الساعة طب امتى بقى حتيجي ديمي مؤنسة مؤنسة يعني ايه يعني بنضف لها حرف الاي بعد كلمة اي بعد كلمة ساعة ولكنها طبعا لا تجمع منقول هنا الساعة دلوقتي ساعة واحدة ساعة واحدة ونصف أنسناها ليه حدو أنس الساعة خمسة ونصف أنسناها اوكي دي كل الملاحظات المهمة اللي احنا ممكن نقولها على الساعة بناخد بعد كده اداء مهمة من ادوات الاستفهام وهي كل هنا عندنا لها اربع اشكال كل الاولى بتسأل عن مفرد مذكر لما نقول هنا كل جور تينا با انجلي اي يوم انت ما عندكش فيه انجليزي او ما هو اليوم اللي هو ما عندكش فيه انجليزي فنقول جي ني با انجلي لماردي يبقى هنا عندنا الشكل الاول بتاعها ده بيسأل عن مفرد مذكر لو حطنا لها اس بنفس شكلها ده يبقى هتسأل عن جامع مذكر يبقى نقول كل جور ما هي الايام اللي هي ما عندكش فيها رياضيات بنقول جيمات اللي اللي هي عندك فيها رياضيات بنقول جيمات لماردي لماركريدي اي دي جدي اوكي طيب لو قلنا هنا عايزين نسأل عن كلمة مفرد مؤنس بنقول هنا كل بنضعف ال كلمة ما هي مادتك المفضلة مطير هنا مادة مفرد مؤنس عشان كده سألنا عنها بكل طيب لو احنا عايزين نسأل عن جمع مؤنس هناخد نفس الكلمة ونحط لها اس كلمة ما هي موادك المفضلة اوكي بعد كده عندنا السؤال عن الساعة لو هنسأل عن معاد محدد بساعة اكيلير اكيلير في اي ساعة اكيلير تقريب يعني الساعة كام او في اي ساعة انت هتروح وتصل للمدرسة بقول انا هنا بسأل عن معاد بالزبط بنقول هنا كلمة اير تأتي دائما في السؤال بصيغة المفرد يعني هنا بنقول اكيلير عمرنا ما بنجمحها طالما بنسأل تصبك الساعة بحرف القر عند الاجابة ودي مهمة جدا ان هي بتجنة في اسئلة الجرامير كتير لما اقول كده اي ساعة بصبكها بحرف القر او هنا هنا منختار الكلمات دي بنقول هنا كنترول تيا او جي كل كنترول يعني اي امتحان تيا او جوردوين عندك اليوم امتحان كلمة مفرد مذكر اير إلي كيلير الساعة كام دلوقتي كل او افار ما هي الاشياء الي هي في معلمتك كيلاج العمر مفرد مذكر وكل افار تيا دانت تروس ما هي الاشياء الي في معلمتك كيلاج الى ما عمرها كل او جي ما هي الاشياء دانت سك في شنطتك اكتيفتي جمع مؤنس اللي هي الانشطة سباغ الرياضة مفرد مذكر بروفسير هنا جمع مذكر المدرسين جور كل جور اليوم مفرد مذكر ميزيك تي اكوت طبعا لا ميزيك كلمة مؤنس كل ليفرتي لي ما هو الكتاب اللذي تقرأه مفرد مذكر كولير الالوان جمع مؤنس مطير مادة مفرد مؤنس مكت تيفي مكت اللي هو نموذج مفرد مؤنس والى هنا وصلنا يا شباب لنهاية الفيديو بتاعنا اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو بتاعنا انتظروا فيديو حل حينزل قريبا باذن الله وعلقانكم في فيديو قريب اروفار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة